النهاردة بنتكلم تخيلوا عن ايه؟ النهاردة بنتكلم على حاجة احنا كلنا بندور عليها طول الوقت عملة ندرة؟ آه دلوقتي بقت عملة ندرة حاجة غالية قوي؟ يعني محتاجة فلوس كتير قوي؟ آه حاجة غالية قوي اكتشفنا ان هي حاجة غالية قوي 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 ممكن يبقى معايا ملايين الملايين ومش عارفة اجيبها ايه يعني يا ايمان بتكلمينا عن طيارة خاصة عمو ديل ما عرفش ايه و اغلى والله حاجة غالية قوي لا الغني ولا الفقير لا الغني ولا الفقير عنده مفاتح عنده البين كود اللي هو عارفين انتو الكود الخاص بيها مفاتح ايه اللي النهاردة بنتكلم عليها الغالية قوي دي مفاتح السعادة النهاردة هنتكلم عن السعادة تعالوا كده نحكوا مع بعض كده ايه من البداية دلوقتي بقينا لو يوم عدة اللي هو ايه ده انا فرحانة النهاردة انا مفصوطة ده يكتب كده في مذكراتي يكتب في التاريخ ليه لان كلنا بتدور عن السعادة بس فيه ناس عارفين يعني ايه سعادة او فيه ناس عارفة توصل لدرجة السعادة وفيه ناس ممكن يقبضوا عمرهم كله يخلص وما وصلوش للسعادة فاكريني يسرى لما كانت بتغني بتقول السعادة هي ايه؟ السعادة هي ايه؟ السعادة هل هي احساسنا بالرضا؟ يعني هل لما انا ارضى ببقى سعيدة؟ فيه ناس راضيين بس من السعادة طيب ناس تانية تقولك السعادة؟ لا السعادة فلوس 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 كتير اديني انت بس الفلوس الكتير قوي دي وانا ابقى سعيد جدا واعمل كل حاجة واجيب كل اللي نفسي فيه ياخد الفلوس وفجأة يعني ربنا يا رب يشفي الجميع تلاقي يطلع مرض صرف عليه كل فلوسه ومش حاسس بالسعادة ولا عارف يشتري لا صحة ولا سعادة طيب يعني لا الفلوس ولا اي حاجة ممكن توصلني للسعادة لا فيه فيه ان انا اعرف ازاي انا اعرف انا هبقى سعيدة ازاي ويبقى ده هدفي واوصل له ايمان سعيدة في حاجة معين ممكن مونة سعيدة في حاجة تانية محمد لا ساعدته في شغله مش ساعدته في انه هو يسافر ولا يعمل شوپنج كل واحد فينا عنده عنده سكة كده يعني ايه زي يقولك كل شيخ وليه طريقة احنا كل واحد فينا كل شيخ وليه طريقة طيب لما انا ابتديت اقرأ الموضوع واعرف ان السعادة برضو مرتبطة بهرمونات وده اللي خلاني زمان فعلا اما كنت بعمل موضوع زمان عن الادمان وعلاج الادمان والاكتئاب يعني احنا برضو كنا تكلمنا قبليك عن الاكتئاب على فكرة فيه الدكاترة النفسية بيكتبوا ادوية معينة بتقلل الاكتئاب وبتزود هيرمون الدوبامين او الاندورفين طبعا كتير يعني كتير الاندورفين دي ممكن عدت علينا الفترات اللي فاتت طب لأ نقف هنا بقى ستة ايمان ونعرف الله يعني السعادة مرتبطة بالهيرمون طب الهيرمون ده هنا من المخ الهيرمون بفرزه المخ طب مدام بقى فيه مخ وفيه هيرمونات بتدي سعادة ده يخلينا نسأل سؤال اللي انت عايزة تسألهولي دلوقتي طب لو هو كده نقدر بقى بأدوية مدام علم يعني مدام هو فيه علم نقدر انا اتحكم ان انا نعلل الهيرمون السعادة او نقص هيرمون السعادة ده بقى اللي النهار ده قلنا لازم نتكلم فيه لازم نعرف لو انا ما عنديش الحاجات اللي في حياتي تسعدني هل الهيرمونات دي قدر اتحكم فيها عشان ابقى سعيدة عشان ابقى مبسوطة هل حالة السعادة دي اللي كلنا بنجري وراها ممكن نوصلها بالعلم